القوى السنية أقربوا لتحالف الفتح ودولة القانون منه لتحالف سائرون والحكمة وفق النائب السابق عن محافظة نينوى أحمد الجبوري خلال اتصاله مع الحرة فأتلاف الوطنية بما يملكه من 21 مقعدا 18 منهم سنة يميل أغلبهم للتحالف مع الكربولي بما يملكه من 14 مقعدا وكتلة محافظ صلاح الدين أبو مازن ستة مقاعد لتشكيل كتلة سنية كبيرة تشترط كتلة القرار 14 مقعدا لننضمام إليها ترشيح أسامة النجيفي لرئاسة مجلس النواب رغم اعتراض بعض أعضاء كتلته على هذا الترشيح وفق الجبوري الفائز ضمن كتلة تمد في الموصل وهما اتفق معه المستشار الإعلامي للمالكي تقارب الحاصل بين دولة القانون والفتح والنصر والتحالف الكردستاني والكتل السنية الأخرى ما نعمل عليه في هذه المرحلة يكون اختيار رئيس الوزراء من الكتلة الوطنية الكبرى من كل الكتل ليس الكتلة الشيعية أو الكتلة الأكبر الشيعية هي التي تختار رئيس الوزراء بل يكون اختيار رئيس الوزراء بالتنسيق مع الكتلة الكردية والكتلة السنية ولأن الكتلة الشيعية الخمس الكبيرة لا تملك منفردة عددا كافيا من المقاعد تؤهلها لاستلام منصب رئاسة الوزراء فإن اتفاقا يجري تمريره لإخراج مقعد رئاسة الوزراء من المعادلة الحسابية للكابينة الوزارية وفق قيادات في تيار الحكمة لم تستبعد الانضمام لتحالف الفتح ودولة القانون او الذهاب الى المعارضة في حال عدم القناعة بالبرنامج الحكومي المقبل نخرج سعر المقعد للرئاسات الثلاث من حسبة المفاوضات وتشكيل الحكومة اعتقد الحكمة يستطيع ان ينسجم مع اغلب القوى السياسية وهو ديناميكي ومتحرك ولديه المرونة الكافية للتعاطي سياسيا مع القوى السياسية الاخرى الذهاب مع الاخر ليس معناه ان نتخلى عن سائرون وانما وجودنا مع سائرون استطيع ان اسمي هذا قرار وخيار اما الانسجام مع الاخر فهذا لا ينفي طبيعة العلاقة مع سائرون ولا يضرب هذه العلاقة عرض الحائط ويبدو ان الضغط الايراني نجح اخيرا بجمع الفرقاء الشيعة على طاولة حوار واحدة لكنه قد يخفق في اشراك الجميع في الحكومة المقبلة بسبب حدة الخلاف بين الصدر والمالكي تاركين الخيار لمن يرغب منهم بالذهاب الى المعارضة وفق مصادر مقربة وهو ما اتفق معه مراقبون للشأن السياسي وان الكتلة الشيعية الكبرى لا يمكنها الانفراط ليس لانها متقاربة على مستوى الاديولوجيا وعلى مستوى العقيدة بل لانها اولا مضغوطة من الداخل ومضغوطة من الخارج احمد عرام الحرة بغداد